وقعت في هيئة تنشيط السياحة اتفاقية دعم طيران تتضمن استقطاب وفود سياحية أرمانية إلى الأردن وذلك بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات ومدير عام الشركة الأرمانية للسياحة اعتباراً من مطلع شهر أيلول المقبل وبواقع رحلة أسبوعية إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة وأشار الدكتور عربيات إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات سياحية من دول أخرى مبيناً أن هذه الاتفاقية ستسهم بعودة حركة الطيران واستقطاب المزيد من الرحلات السياحية إلى المملكة